بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الميديو للرابع في كورس لينكس براكتيكال جايد واللي هنتكلم فيه على الفايلز في لينكس طبعا مكتوب فوق في الميديو الكي بوينتس بمعنى ايه كي بوينتس بمعنى نقاط محورية ما بين الاتنين لازم ناخد بالنا منها في اللينكس احنا النهاردة جئين نتكلم على موضوع الفايل سيستم والفايلز عموما في لينكس والنقطة دي مهمة جدا ان هي دي تعتبر واحدة من اهم الديفرنسز بين الاختلافات الاساسية بين الوينتس و الينكس في الفايلز طيب خلينا نتكلم كده على حاجة بسيطة خالص انا كيوزر بستخدم وينتوس مثلا تمام ولكن انا لو بست انا عادة بستخدم لينكس مثلا لو انا هعمل install web server او هستخدم سيرفز معينة فمحتاج فيها لينكس والدينا دي كلها فاللي عايز ان نبهكم لي ان احنا جايين نستخدم لينكس في الكورس ده مش عشان ان هو نخليه user friendly بالنسبة لكم احنا الهدف من الكورس ان احنا نفهم ازاي السيرفزز دي بتشتغل و ازاي نقدر نستخدم لينكس او نستخدم الperformance بتاعه مش نستخدم كأداءه كايند يوزر انت حابب تستخدمه كايند يوزر دي حاجة ترجعلك تقدر تسطبه وتعيش عليها عادي خالص مفيش اي مشكلة عشان محدش يستغرب انا دي بستخدم وينتوس انا كايند يوزر ساعة مرحسش ان اللينكس friendly او بنسبة لي ولكن لو بحاول اعمل بن تست على حاجة فاكيد هختار الكالي لو بحاول اقوم ويب سيرفز او افتي بي سيرفر او ايا كان ها اقوم لينكس ده بيبقى على حسب اختيارك وعلى حسب انت عايز تعمل اي بالزبط طيب خلينا نتكلم على بعض الكي بوينتس اللي احنا قلنا عليها لازم تفهم حاجة ظريفة خالص ان اللينكس كيس سينسيتف بمعنى ان انا عندي لو مثلا في الماشين بتاعتي الويندوز عندي مثلا فولدر هنا خليني اقاريت فولدر مثلا بالشكل ده لو انا عندي هنا اعملت نيو فايل فايل ده غير لما اجي قوله هنا نيو فايل لو جيت قلت له هنا فايل اف كابيتل هيقول لي لا الفايل ده اريدي موجود عندك ففايل هو هو فايل بالنسبة لوندوز لازم الاسم يختلف تمام مش هتفرق بالنسبة له زكيان كابيتل او سمول لينكس لا لينكس ممكن يكون فيه فايلين بنفس الاسم واحد فيهم كابيتل واحد في خلينا نجرب حاجة زي كده اي بي سي وان تو سري خلينا نفتح الفايلز عندي لو قلت له هنا رايت كليك طبعا مفيش عندي هنا ان انا اعمل فايل جديد فهدوس على الجزء اللي فوق ده خلينا نبسط ممكن تكون الوجهة مختلفة شوية هتلاقي عندك هنا دي هتكريت منها نيو دي ونيو ويندو ودي تاب جديدة اللي احنا فتحناها دي نيو ويندو معناها اكسبلولر ويندو تانية ودي تاب جديدة لو انا هتفتح تاب فوق او سرعا اقسف هكريت فولدر دي بتكريت فولدر معلش هتجونه معقدة شوية وانا اقول لكم قبل كده ان هتتطبر شبه معقدة شوية انا افتكرت ان دي تاب تانية هتتفتح فوق تمام؟ على الاغلب ان دي تاب تمام لكن دي تكريت نيو فولدر اوكي تاب معناه ان انا عندي تابين هنا ممكن نفتح فولدر هنا ويبقى عندي تابين في الجزء ده طيب عشان اكريت فولدر مسلا خلينا اقول له هنا كريت لفولدر تسميه تست اول حرف عندي كابيتل خلينا اقول له هنا كريت لفولدر تاني واقول له تست هتلاقي ان هو كريت لفولدرين كل واحد فيهم منفصل معنى كده ان كلمة فايل بف كابيتل غير فايل بف سمول تمام؟ لو حرف واحد اختلف خلاص سواء من كابيتل او سمول فلذلك الانكس كيس سنسيتف مع الفايلات جميل؟ طيب غلق نتكلم على حاجة زريفة خالص بعض النظر بقى على موضوع اليوزرز ورستريكشنز المعمولة بالنسبة لليوزر والبريفليجز والكلام طبعا في بعض الكلام هنا مهم ليكم انا عايزكم تقروا ولكن احنا بنحاول على قد ما نقدر ان الفيديو ستبقى براكتيكل ولكن بالنسبة للكتاب احنا مش هنقعد نفتح الكتاب ونقرأ منه يا ريت لو تقدروا تراجعوه لو فيه اي حاجة فيها مشكلة بإذن الله تقول لنا تمام؟ طيب نرجع للنقطة دي هلوة هي اللينكس فايل سيستم خلينا نقول لكم على حاجة زريفة خالص اي هي الفايل سيستم و اي هي الفايل هيرايكي الفايل سيستم معناها كالتالي لو جيت عندي مثلا في الويندوز رحت عندي للماشين بتاعتي وفتحت الاكسبلولر عادي خالص او ماي كمبيوتر هتلاقي الفايلات اللي موجودة عندي هنا لو جيت بسيت على الدسك تاريس بمثال وقالت له الشو مور انفو وقالت له پروبيريتيز هتلاقي هنا حاجة اسمها الفايل سيستم dntFS الكلام دي يختلف عن اللينكس اللينكس بيستخدم حاجة اسمها lext while system عندنا lext3 والsext4 لو انت عايز تتعرف عن الموضو دا طبعا ممكن تفتح عندك هنا ماي كمبيوتر وتقول له رايت كلك على despec وتقول له disc management عن طريق انك تقول له hasly more options وتقول له هنا manage هيفتح لك المانيج ويندوز هتيجي عند ال Connie vergجاج هتلاقي الديسكات اللي موجودة عندك زي ما انتو شايفين بالشكل ده وهتلاقي الفورمات بتاعتهم اغلبهم NTFS حتى الهارد الاكسترنال بتاعي هو NTFS معمول عليه انكريبشن بالبيتلكر طيب عظيم جدا لو جيت قفلت الكلام ده كله وروحت لي الماشين اللي موجودة عندي هنا وروحت هنا البروجرام اسمه G-Parted مش عارف هيكون موجودة عندنا ولا لا بس على اغلب ممكن ما يكونش موجود طيب خلينا ننزل الجي بارتد هو هنا حتى فتح لي قال لي يعرف ان الجي بارتد مش موجود وفتح لي لسوفتوير سنتر هقوله هنا انستول هدي له الباسورد بتاع اليوزر بتاعي بعد ما هعمله هنا لانش هيطلب مني الباسورد APC123 طبعا لان ده برنامج بتعمل مع الدسكات بعمل فورمات وبيعمل تقسيم للدسكات بتاعتي فبالتالي لازم يكون فيه administrative permission عندي خلينا نركز في حاجة زريفة خالص لو جيت بسيط على الفايل ده تمام واللي هو الدسك الاساسي بتاعي اللي واخد اكبر مساح عندي 99 جيجا هتلاقي ان الاكستنشن بتاعته او الفايل سيستم بتاعته ext4 زي ما انتو شايفين بالشكل ده معنى كده ان لينكس بيتعامل مع شكل من الفايلات تختلف عن الويندوز انا ما عنديش نفس الشكل اللي بتعامل معه مع الويندوز وقلت الموضوع ده حتى في السماعات والتلفزيونات ممكن القديمة شوية كانت بتقرأ format اسمها فات 32 السماعات اللي هي السماعات الصب اللي بيشغلوا ساعات عليها اغاني او حاجة زي كده وبتقبل انها تحط فيها فلاشة على طول مباشرة على الاغلب اللي سماعات دي لا تقدرش تقرأ انتف اس انتف اس و ايكس تي سري و ايكس تي فور الفايل سيستم فورمات او الفايل سيستم عموما بتفهم الابريتنج سيستم ايه الملفات اللي جوه ومتقسمها ازاي بمعنى انا عندي في الاول وفي الاخير الديسك بتاعي الهارد ديسك ده عبار عن حاجة هاردوير حاجة انا بمسكها بايدي الهارد بتاع الكمبيوتر او الفلاشة طيب الفلاشة دي شاء لملفات الملفات دي فورشول ولا حقيقية هل انا ممكن اطلع الاغاني امسكها في ايدي لا بس هي موجودة في الاول وفي الاخر على حاجة امسكها في ايدي اللي هي الفلاشة جميل جدا الفلاشة دي لما تيجي تتوصل بسوفتوير زي الويندوز مثلا او اي ان كان لو هتعمل مع لينكس على سبيل المثال فهي بتحاول تفهم الويندوز هي عليها ايه اللي بتحتويه لانها في الاول وفي الاخر موجود فيها بلوك من الملفات فعشان الويندوز يقدر يفهم ان فيه فولدرات وفيه ملفات ويقدر يشوفها والكلام ده كله بيبقى ديها حاجة اسمها فورمات واحنا بنقول عليها الفايل سيستم ساعات تمام الفورمات دي زي ايه زي الفات زي الانتفاس زي الاكستي فالفايل سيستم هي فكرة انك تفاهم الاوبريتنج سيستم الفايلات متقسمة زي او شكل الفايلات اللي جواه ممكن تكون عاملة زي جميل طيب لو جينا بصين هنا بيقول لك ايه linux is the structure of collection of disk partition segment contains specific data طيب عموان ده كلام عام يعني عن موضوع storage والكلام الى كده احنا عندنا طبعا انواع الاسس دي والرام والكلام الى كده طيب نجي عندي linux system contain طبعا دي حاجة اسمها root directory وعندي هنا حاجة اسمها specific storage وي او data storage format اللي هي ext4 والext3 وغيره وعندنا الpartition اللي هي الpartition logical لو جيت فتحت برضو تاني هنا من الpartition ستجد ابك 1623 ستجد بعض الpartition اللي حيث لو جيت فتحت لدي هنا في الويندوز الديسك مانج من تاني. هليني اقول له هنا ديسك او مانج. ديفيس مانجر. هليني افتحها عادي من ماي كمبيوتر. هليني اقل له رايت كليك. مانج. تمام هاجي عند الديسكات بتاعتي هنا كده. طبعا انا بقارم ما بين الويندوز و لان الصورة تبقى واضحة. انا عندي ده ديسك في سي بتاعي. اللي هو السي. درايف سي اللي موجود عندي. هتلاقو متقسم جوه السي ده. رغم ان انا شايف فايل واحد. تمام. ده كده هارد ديسك. ده هارد ديسك عندي مساحته خمسمية. تمام. ده اللي هو السي بتاعي. جميل كده ديسك واحد. ده ديسك واحد متقسم بالشكل ده. ومنضمهم السي درايف. طبعا دي البوت بتاعي. اللي انا بعمل منه بوت. هو حتى بيقول لك. ده البوت. ويسيبك بقى ان هي بيج فايل والكلام ده كله. ولكن انا عندي ان ده البوت بتاعي. ده المكان اللي انا بعمل منه بوت. اوكي طيب. لو جيت هنا عندي فيه اللينكس. هتلاقي اللينكس متقسم عندي ديسكين. زي ما هو طلب مننا قبل كده. عندي حاجة اسمها الديف اس دي اي وان. والديف اس دي اي تو. وحاجة تانية اللوكيتد. هم كلهم من الاول من الاخر هارد واحد. هم مش كزا هارد. اللي عندي ده هارد واحد مساحته مية جيجا. تمام. طيب. انا عندي هنا. ده هارد بتاعي ده مساحته تسعة وتسعين زي ما انتم شايفين. ودي تسعمية ميجا لحاجة اسمها الديف اس دي اي وان. تمام. واسمها لينكس سواب. هنبقى نتكلم عليها بعدين. ولكن انا عندي ده كده. ده الفايل سيستم بتاعه ايكس تي فور. العلامة دي معناها بقى ايه. اللي هي الفورورد سلاش دي. تمام. او السلاش والعكسها التانية بيقول عليها باكورد سلاش. اللي تبقى مين لناحية الشمال. اوكي. طيب. انا عندي هنا دي معناها الماونت بوينت. دي النقطة اللي انا ببتدي منها. وهنا بيقول لك ان الدسك ده من ضم الفلاجز بتاعته هو بوت. ده الدسك اللي بتعمل منه بوت في السيستم. والسيستم اساسا كله موجود هنا. وانا بقى نتكلم زي ما قلنا على موضوع الاسواب ده. بعدين في جزء تاني. طيب. خلينا نشوف هنا بقى الفايل اب بتاعتنا. انا بقول لك ان انا عندي دي حاجة بيسموها الروت ديركتري اللي هي الفورورد سلاش. طيب ايه بقى الروت ديركتري. خلينا اول بس ده كده سريعا شكل الفايل استراكشور في اللينكس. عندي الكرنال والفورتشول فايل سيستم سوقنا بنتكلم في الايكس تي فور والكلام اللي زي كده والفات والإكس فات والكلام ده كله. وعلي فكرة البليستيشن برضو كان طريبا لي إكس فات على مآزون السوريج بتاعته أو الفورمال بتاعته اسمها إكس فات. تمام؟ وعندي هنا الهاردوير اللي هو الدسك بتاعي بقى. تمام؟ ودي الكرنال بيتعامل مع الويرتشول فايل سيستم وبيتعامل في الآخر مع الهاردوير الي هو الهارد ديسك. مش مقصوب بالهاردوير هنا وهي الكمبيوتر بتاعي. أصد الهاردوير اللي هو الهارد ديسك. بيبقى ليه سواء كانت x-t4 او غيره. وبالتالي الكيرنال يتعامل مع ال Virtual File System ويعرف ال Operating System عليها وهنا تفصيلا عن جزئة ال Virtual File System ماذا بقى ال Linux System Feature؟ نحن لدينا كيس سنستف زي ما قلنا قبل كده إنه كيس سنستف للحروف تكتب بحرف كافة غير سمول لدينا File Extension مثل TXT لدينا Hidden Files عادي ولكن في Linux لديها شكل غريب شوية لدينا Hidden Files في Windows يتعامل لفايل هيدن خلاص بيبقى هيدن ويندوز يفهم إنه هيدن فايل طبعاً ننضم الحاجات اللي هي علاقة بال Operating System إنه يساپورت ويتعامل مع ال File System أو ال AXT FAT أو ال NTFS أو الكلام مثل ويقدر يحدد الملفات دي هيدن ولا مش هيدن ولا إزرفها بالظبط وتحديد الأماكن نحن لدينا في Linux نستخدم حاجة اسمها الفورود سلاش اللي هي اللي قدام دي كده بمعنى إن أنا عندي لو تلاحظ إن الدسك بتاعي دايماً في السي لو جيت فتحت السي هنا ودست مرتين هتلاقي عندي باكورد سلاش لكن في Linux لأ بتبقى بدأ بفورورد سلاش فده اللي اختلاف ما بين الملفات في Linux والWindows مثلاً لو فتحت السي ام دي عندي هنا هتلاقي إن أنا عندي السي باكورد سلاش يوزرز باكورد سلاش مصطفى دي الفولدرات مثلاً بالشكل ده كده في Linux لأ بتبقى فورورد سلاش طيب هنا بقى خلينا نتكلم على الـ Type of Linux File System عندنا بقى الـ XT4 والـ Swap والكلام لزا كده الـ Swap دي عشان تفهم عبارة عن إيه دي عبارة عن حاجة كانوا بيقولوا إن هي مشابهة للرام شوية بمعنى أنا لما باجي أعمل سليب للدسك بتاعي أو أو يعني لما باجي مثلاً فيه سيرفزز معينة وده برضو من الحاجات اللي بتخلي Linux سريع برامج شغالة في الـ Background برامج عندي شغالة في الـ Background أنا عندي الرامة الرامة دي واحدة من أنواع الـ Storage بالمناسبة مثل الـ Hard Disk ولكن هي Storage بتتصفى أول ما الكمبيوتر بتعمله رستارد بالتالي هي ما بتحفظ داتا ماشي ولكن كل ما أنا شغال على الكمبيوتر كل ما أنا بقاعد شغال على الكمبيوتر الكمبيوتر بتاعي بيبتدي يستهلك من الرامات طبعاً كل ما افتح برامج أكتر يستهلك من الرامات فانا افترض مثلاً إن فيه عندي فيه الـ Linux بيعمل حاجة اسمها الـ Swap Area الـ Swap Area دي لما يكون مثلاً حاجة بقاله فترة ما بيستخدمهاش أو سيرفز مثلاً خاملة بقالها فترة ما فيش سيرف حاجة عيمة عليها ما يسيبهاش شغالة في الرام يرميها في الـ Swap Area عشان يخفض من مساحة الرامة شوية يديك أداء أحسن وبعد كيه لما يجي استخدمها يطلعها من الـ Swap Area يحطها في الرام تاني طبعاً ده باختصار الـ Swap Area وإيه مساحة تتحدد على فكرة وإنت بتبتدي تستخدم من Linux بقولك والله إنت لو عندك 4 جيجا رام حطي الـ Swap Area 1 جيجا بحيث إنها أكدت للرامة بتاعتك إنها تكون 5 جيجا ولكن هي ما بتبقاش الرامة 5 جيجا وتكبيرك للـ Swap Area زاد عن لزوم مالوش لازمة ما تفكرش إن إنت مثلا تحط 8 جيجا رامات و8 جيجا Swap Area يبقى أنت عندك 16 جيجا رام ما فيش الكلام ده تمام؟ بقولك the Swap File System used to memory paging and file Linux operating system ده طبعا لما بيبقى تحط System في الـ Hyperionation هي إن لما تحط System في الـ Hyperionate Mode السيستم فعالية ما بتعملوش Hyperionate يعني هي حتى هي دلوقتي ما بيتحطش في الـ Swap على طول الواحدة أوتوماتيك لما بتكون فيه سيرفس معانا أو حاجة إنت لما تعمل Hyperionate للـ System معنى إنك مثلا لو معك لابتوب وتروح قفله أو المشين بتاعتك بتعمل Look Screen بتنقل الـ Data اللي موجودة في الرام في حتة في الـ Swap تمام؟ عشان تخفض استهلاك الطاقة والرام والكلام اللي زي كده وبعد كده بتبتدي تنقلها من الـ Swap للرام تمام؟ طيب بيقول لك a system that never goes to Hyperionate state required to have Swap Area equal to RAM size بيقول لك الجهاز اللي ما بيتعملوش Hyperionate تمام؟ تديله مساحة Swap زي اللي في الرام طبعا الده كله بالنسبة لنا يعني زي ما بنقول في الأول في الأخرة هو كلام إنش انت فاهم قصدي؟ اه نفهم الكلام ده كويس والدين دي كلها ولكن احنا زي ما بنقول دايما احنا شغالينك على Practical Guide بمعنى إن إحنا عايزين نوصل في أسرع وقت إن إحنا نقدر نستخدمه بعد كده الحاجات دي قاموا ممكن نرجع لها نقرأ عليها مثلا write up نقرأ عليها شوية حاجات الكلام اللي زي كده ولكن الاستخدام وإن انت تحط يدك في الحاجة وبعد كده ممكن ترجع شوية الورد بص على بعض النهات تمام؟ طيب لو جينا بصينا بقى على حاجة اسمها Linux Directory Structure تعتبر واحدة من اهم اهم من النقاط اللي موجودة عندنا في الكورس ده بإذن الله فعشان كده أنا حابب ان انا نفصلها واخليها في الجزء اللي جاي لسبب ان دي واحدة فعلا من اهم الفيديوز اللي لازم تكون فاهمها في Linux تمام؟ النقطة دي مهمة جدا فتجاهزوا نفسكم لها لأنها تكون واحدة من اهم النقاط اللي نحن نتكلم عليها بإذن الله في Linux المرة الجاية ويكونوا جزء دا انتهى وان شاء الله نكمل في الأجزاء اللي جاية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر